موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدنا الكرام إلى رقاء جديد في حديث الصحافة نتابع فيها أبرز عنوين الصحافة المحلية والدولية ونستعرض مقالات الرأي والتحليل ونستعرض ما تناولت الصحافة من أحداث وضيفنا لهذه الحلقة الصحفي صارح السريني رئيس تحرير صحيفة الصحافة ونقرأ أيضا ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والبداية من صحيفة الثورة وزير الدفاع الحرب على الإرهاب مفتوحة هيئة نطنية عدية للعدلات الانتقالية لمعالجة انتهاكات نصف قرن الإرهاب والفساد يحرمن اليمن تريليون ريال صحيفة الجمهورية وزارة النفط لا زيادة في أسعار النفط البرلمان يؤكد على وضع معايير لتشكيل البعثات الثقافية بحاح مفاوضات مستمرة مع سويز الفرنسية لتحسين أسعار الغاز الأمنية العلية تحضر من أي محاولات لاستهداف المواقع العسكرية صحيفة أخبار اليوم الشيخ بن غريب اللجنة لا تعنينا والمهلة تنتهي اليوم وهذه يتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء والنفط إصابة قائد النجلة بشبوة وأربعة من مرافقي في هجوم مسلح في مفرق الصعيد صحيفة المصدر صورة مثيرة للجدل تجمع نجل شقيق صالح بنجل البيض في دبي ويحيى صالح يصف اللقاء بالأخوي وخبر مسرب ينقل عن مصدر مقرب من البيض القول أن صورة جار التقاطها مصادفة ثمان حاويات نفط راسية منذ أيام في ميناء عدن تعجز الحكومة عن دفع ثلاثمائة وتسعين مليون دولار قيمتها ويزيد المبلغ يومياً مئتين إلى ثلاثمائة دولار غرام التأخير في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية السحوانة تكتل وجهاء محافظة صنعاء يحيي منقف النائب العام ويطارب بالتحقيق في جرائم الحوثي بالمحافظة الداخلية تلزم مدراء شرطة التواجد بمقار عمالهم على مدار الساعة الخبر الأمنية العليا تؤكد مصرع ستة من مهاجمي قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمأرف وتتوعد برد حاسم التغيير نت القاعدة تنقل الحرب من الجبال إلى المدن في اليمن ووزير الدفاع يعلن الحرب المفتوحة عليها في الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني القدس العربي اليمن طائرة بدون طيار تدي بحياة خمسة من عناصر القاعدة في مأرب والحكومة تعلن مقتل المئات المدينة السعودية اليمن مقتل ستة قاعدين في غارة طائرة بدون طيار عكاذ السعودية اليمن يواصل تجفيف منابع القاعدة البيان الإماراتية اليمن الحرب على القاعدة مفتوحة حتى تطهير البلاد الشرق الأوسط السفارة الأمريكية في صنعاء تمدد فترة إغلاقها صحيفة الثورة نشرت مقالا للأديب الدكتور عبد العزيز المقالح تحت عنوان لا خوف على النسيج الوطني من التفسخ أشار إلى بواعث الأمل من الصفات والمميزات والحكمة اليمنية التي تجتمع في الإنسان اليمني كثيرة هي المخاوف التي تعتصر كثيرا من القلوب الوطنية المخلصة إذا ما يدور من أحاديث وما يظهر من مواقف تهدد كيان الوطن بالتفسخ والضمحلال وهي مخاوف تبدو أحيانا مبالغا فيها وأحيانا وكأنها تعكس شعور صادقا لما يحدث في الواقع ويدور في بعض مناطق من الوطن لكن ما يبعث على الاطمئنان أن الشعب في هذا البلد كان وما يزال يؤمن إيمانا جاسخا بأن نسيجه الوطني الموحد الذي يعود إلى آلاف السنين لن يكون عرضة لتنزيق في يوم من الأيام وإنه أي هذا الشعب رغم كل ما عرفه من اختلافات مذهبية وسياسية ظل واحدا متماسكا يشد بعضه بعضا وفي الأزمات القاسية على وجه الخصوص حيث ترتق المشاعر الوطنية إلى أعلى مستوياتها ويبدو الوطن وقد صار أبنائه عائلة واحدة يتجسد بين أبنائها أرفع مستويات التماسك والإيثار وليسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها معناه هنا في الستوديو الصحفي صالح الصوريني رئيس تحرير صحيفة الصحفة مرحبا بكستان صالح في البداية هناك أكثر من موضوع يمكن أن نتناوله في هذه الحلقة أولا يعني صورة تجمع بين نجل شقيق المخلوع مع نجل البيض في دبي وهم يبتسمون ويعني يبدو عليهم ووصفه نجل شقيق المخلوع باللقاء الودي الأخوي ماذا تعني لك هذه الصورة؟ بالنسبة للصورة هي مش غريبة يعني حقيقة لكن الصورة التعنية أو يعني تعكس حالة الواقع أنه بس كان ناقص ناقص في صورة هذه ناقص فقط عبد الملك الحوثي يكون معاهم وربما نقول لأحمد علي أيضا لكن أحمد علي قدوم موجود بحكم طبعا إذا ما قلنا عبد الملك الحوثي البيض هو يمثل إيران معناته نعم بالنسبة لله يعني عبارة عن فريق غرفة العمليات التي تدير الأمور يعني والمشاكل في البلاد فبالنسبة للبيض معروف ما يدار في المحاوثة الجنوبية من مشاكل كمان من الضحي الجنوبية أي بالضبط يمثل الجنوب في مسألة المشاكل وإثارة النعرات والمناطقية وما يسمى بالحراكة المسلولة إلى غيره وهذا أيضا يعني ممثل محافظة الشمالية بالإضافة إلى أنه بس كان ينقصه فقط الأخ عبد الملك الحوثي وانتهى تكتمل الصورة أي تكتمل الصورة تكتمل يعني صورة قوى الشر قوى الشر الذي يصبح الرئيس هادي الرئيس هادي يعني تتحدث عن قوى الشر وعن يعني هذا وكمان ناصر اللحيشي نعم يعني حيث هؤلاء هم يعني هذه الشخصيات تمام رغم أنها كانت تتصارع وكانت كانوا يعني في الماضي يتتصارع وكان عبارة عن صراع مصالح شخصية هو اليوم يعني فريقهم الواحد أي نعم هو المافيا نعم بطب يعني تضررت هؤلاء من تضررت مصالحهم من التغيير ومن الثورة لأنهم كانوا يعني كانوا يتقاسموا يعني يتقاسموا يعني يتقاسموا يعني البلاد ويتقاسموا يعني يتقاسموا خيرات البلاد والثروة وغيره وإن كان حقيقة كان علي سانو بيضة الخارج لكنه بالنسبة للمشاكل التي تدار في اليمن من كل الأطراف المشاكل اليوم يبدو أنها تدر لهم من الأموال أكثر ربما ما يعادل ما كانت تدر لهم السلطة هم فقدوا السلطة يعني في نتيجة الثورة أو جزء من السلطة نتيجة الثورة الشعبية السلمية مش أقول جزء من السلطة بالنسبة للعوائل لعائلة سلام البيض وعائلة علي عبدالله الصالح هذه العائلتين بالذات فقدت السلطة وهي تعوض اليوم ما فقدته من تعويض السلطة نعم بالضبط يعني عبارة عنهم فشلوا في إدارة الدولة لكنهم نجحوا في إدارة العصابات المسلحة وعصابات التخليص للبلاد وكما قلت لك نقصهم فقط اللي هو الطرف الثالث اللي هو عبدالمنكسوتي وجماعاتي طيب في عنوان بالأمس فاجأتنا صحيفة الأولى بعنوان كبير على صفحتها الأولى فيها صورة الدكتور صارح سميع وزير الكهرباء مع نجله المهندس ياسر سميع وتقول أنه نجله سميع تاجر مواطير إلى اليوم نشرت رد ياسر المهندس ياسر الذي كان يعني استورد ثلاثة مواطير ثلاثة مولدات لثلاثة مباني تقاولتها شركته الخاصة للسنو هو الرد يعني أنت أمام خبر كاذب تحدث عن ثلاثة عن سبعة نعم عن سبعة يعني خلاص صحيفة الأولى نست معاناة الناس معاناة طوابير المواطنين على البترول انقطاع الكهرباء وغيرها يعني تردي الخدمات وصلت الضوء على ياسر سميع في خبر كاذب تبين أنه لثلاث مباني الرد لم يعرض صورة ياسر سميع ولا حتى الدكتور وهناك تعدي وتشهير بحق الشخصيات هل يمكن أن تمر هذه الأخبار الكاذبة والتي تسعى إلى تشهير الشخصيات بهذه الطريقة الرخيصة هل يمكن أن تمر مرور الكرام هي حقيقة ما يحدث بغضى النظر عن مشاكل يعني بداية المواطنين يعرف جيدان أنه مهمة وزير الكهرباء هي إيصال الكهرباء هذا كبداية أنه مهمة الوزير إيصال الكهرباء للمنازل وإيصال خدمة الكهرباء للمواطنين وليس مهمة الوزير الكهرباء لإحمائة أبراج الكهرباء ولا أيضا بلاحقة المخربين هذه مهمة تجاهات أمنية ووزارة الدفاع يعني نكون يعني منصفيا على الأقل تمام؟ الوزير يعني الوزارة مجرد أن ينقطع الكهرباء حال الطوارئ لعادتها هذا هو عملها وبالتالي الوزارة تنقم بعملها إذا ضمننا أنه ما فيش انقطاع يعني ما فيش اعتداء على هذه الأبراج إذا نضمنه إيصال الكهرباء مادم فيه اعتداء طبيعي جدا لو كان الوزير ملك نزل من السماء يعني الإشكالية ستظل موجودة أما بالنسبة للحملة ضد الدكتور صالح سميع ضد أبناء أوراً هي مجلس ضد الدكتور صالح سميع هي في الصحفة اليومية المدعومة من علي عبدالله صالح ونجبح والحوثي كمان تمام؟ والحوثي هذه الصحف هي تستهدف ثلاثة وزارة فقط في الحكومة وتنستهدف يعني ثلاثة وزارة عندك ستة وعشرين نعم لا أكثر من ستة وعشرين أكثر يعني ستة وعشرين أيوة يعني حوالي ثلاثين وزير ثلاثة وزارة شغالة فيه مواصل الدكتور صالح سميع لا يستهدف على أساس أن نجله يعني أتولى ثلاثة مواطير لشركة مقاولات هو يشتغل أصلاً أو الشركة تابعة له من 2007 قبل نعم بالفعل الشركة هي تابعة لياسير يعني أتولى ثلاثة مولدات كهرباء طيب بالله عليك الأخوة في هذه الصحيفة صحيفة في صحيفة إخواننا في المؤتمر الشعبير عام هل نسيتم الطوابير الطويلة جداً أمام المحطات محطات النفط تمام التي تبحث عن قطرة بترول لتحريك سياراتهم يعني ولم تجدوا أي خبر ثلاثة مولدات يعني الغرض منها تشهيل شخصية سميع يعني وانتقام سياسي منه هذا ما يحصل اليوم هو انتقام من الدكتور صالح سميع بغض النظر عن السلبيات الموجودة هو انتقام من الدكتور صالح سميع يعني بسبب يعني وقوفه ضد نظام علي عبدالله صالح سواء ما قبل الثورة أو أثناء الثورة الدكتور صالح سميع معروف أنه قيادي من قيادة المؤتمر الشعبير عام وهذا معروف للرزاصي والداني وانضم للثورة وانضم للثورة مشكلة صالح سميع ليست مشكلة انقطاع الكهرباء وليست مشكلة دكتور صالح سميع وليست هنا الصدد بالدفاع عنه ليست مشكلة ثلاثة المولدات من ملايين المولدات الموجودة في المحلات وفي غيرها يعني ماذا وانما مشكلة الدكتور صالح سميع بالأسف يعني هي انه انضم مع شباب الثورة وكان لهم مواقف مشرفة ما قبل الثورة عندما كان وزير المغتربي ورفض الفساد وقدم استقالته للرئيس السابق علي عبدالله صالح وبالتالي ما يحصل اليوم سواعن لصالح سميع أو بعض الشخصيات هي حقيقة ليس الغرض منها محاربة الفساد وليس الغرض منها انتقاد الأداء الإداري لهم في المؤسسات التي يديرونها وانما هو عبارة عن يعني عبارة عن استهداف واضح لأشخاصهم كأشخاص طيب هنا عندما يقول نسخة مع التحية لشهداء ثورة التغيير هل يحتاج شهداء ثورة التغيير إلى خبر رخيص افتراع على شخصيات وتعدي عليهم هل يحتاجوا إلى مثل هؤلاء الصحفيين المرتزقة ليتحدثوا عنهم بالنسبة لشهداء التغيير نقول لهم يعني اليوم من وقف معاكم اليوم بالثورة رحمة الله عليهم والشهداء ونسأل الله أن يعافي الجرحة تمام بالنسبة لهؤلاء نقول لهم اليوم من وقفوا معاكم لا زالوا يدفعوا الثمن حتى اليوم منهم من تعرض لمحاولة اغتيال ومنهم من يتعرض لحملة اعلامية مشوهة كل هذه المواقف هؤلاء الناس اللي كانوا معادي عبدالله الصالح في السابق ورفضوا يعني وعندما قامت الثورة يعني ايضا وما قبل الثورة كان لهم مواقف مشرفة ضد النظام السابق ويعني وفساده هؤلاء اليوم يدفعون الثمن من خلال الحملات الاعلامية الموجهة ضدهم ومن خلال ايضا استهداف عدد من الشخصيات الشخصيات الوطنية الشخصيات الوطنية بمحاولات اغتيال وقد تعرضت اكثر من شخصية وطنية لمحاولة اغتيال والبعض يعني ضرب منازلهم والبعض يعني تم مواجهة طيب هنا اسأل مثلا طبعا الوقت يداهمنا والكلام يطون نعم هنا اسأل ما دور الذي تقوم به هذه الصحافة الصفراء التي تمول من قبل المخلوع والقوى المتضرر للتغيير ماذا تريد في نصف تقيقة الصحف هذه تريد ان يعني تخلق رائعات مناهضة يعني مناهضة للتغيير وتعطي رسالة مش لشباب الثورة شباب الثورة لا يمكن ان يرضو الله عن شباب الثورة هذا الكلام ولا يتغنى بشباب الثورة لان اصلا الصحف الثورة مضادة هي اصلا ضد الثورة منذ قامت فلا يمكن نهائيا وكانت حنجر مسؤولة بالضبط ولا يمكن لهذا الصحف ان تقف مع الثورة او مع شباب الثورة ويتكذب على شباب الثورة وانما الغرض هو اعطاء رسالة للرأي العام وخلق رأي عام جديد على ان ما توصلنا الى اليوم هو اسوأ مما كان في عهد علي عبدالله صالح ومثلما قال احد اليوم قرأت الواحد من الشباب في فيسبوك قال والله في معنى كلامه لو لم نجد حتى الشمع في المحلات لن نعود الى عهد علي عبدالله صالح وسنستمر في دفع فاتورة رحيلة لكننا سنقادمون بإذن الله على يمن جديد وعلى وضع جديد سيكون افضل ان شاء الله مهما يعني عانينا من مشاكل ومهما حصلت من اشكاليات لكن الوضع القادم سيكون افضل ان شاء الله الصحفي رئيس تحرير صحيفة الصحافة الاستاذ صالح سريمي شكرا جزيلا لك مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود الى الصحافة الجديدة والبداية من الرئيس عبدالرب منصور هادي وعلى صفحتي في الفيسبوك كتب عن مخرجات الحوار الوطني نتابع لقد مثلت مخرجات الحوار حلولا جذرية وواقعية ومنصفة لتسعى قضايا وطنية كبيرة كانت القضية الجنوبية وقضية الوحدة الوطنية على رأسها كما مثلت هذه المخرجات في الوقت ذاته الاصص الصحيحة الانسب لبناء الدولة اليمنية المدنية الحدثة التي كانت وما تزال غاية شعب اليمني كله من ثواراته ومطالباته وتضحياته من اجل التغيير لقد جاءت مخرجات الحوار الوطني بمثابة صياغة معاصرة لمشروع الوحدة اليمنية على اساس اتحادي ديمقراطي يضمن العدالة والمساواة والانصاف لكل ابناء اليمن في دولة جديدة على مبادئ الحكم الرشيد بعد ان تعالج السلبيات وترد المظالم ويجبر الضرر كشروط ضرورية لبدء شراكة وطنية حقيقية بالثروة والسلطة الدكتور صالح السنباني النائب البرلماني على صفحة في الفيسبوك كتب عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وموقف الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للاصلاح نتابع تتبادل بعض المواقع شائعة رفع الدعم عن المشتقات النفطية كما تناولتها بعض الاحزاب وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام محاولين إلصاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية بالتجمع اليمني للاصلاح وتنسى هؤلاء بأن حكومة الوفاق الوطني شكل مؤتمر فيه ما نسبته خمسين بالمئة وليس للاصلاح إلا ما نسبته ثمانية فاصل خمسة بالمئة لكنهم كعادتهم يلسقون كل نقص بالآخرين ولهؤلاء نقول بأن كتلة الاصلاح في مجلس النواب قد وقفت موقفا جادا إذا هذه القضية منحازة إلى الشعب الذي سيتجرع مرارة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأعلنت رفضها لذلك جملة وتفصيلة قاطعة بهذا المنقف المزايدات وإخراس الألسنة التي تحاول دغدغة عواطف أبناء شعبنا العظيم العبارات الجوفة ومن هنا فإننا نؤكد بأن مسؤولية الدولة رعاية مصالح شعبها والوقوف أمام كل العابثين ومحاسبة كل متواطئ من المنتسبين للحكومة بل وتقديمهم وكل من يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية للمحاكمة العلنية وإعلان سحب حصانة كل متآمر على هذا الوطن ومحاولة جره إلى مربع التنحر الجيش ومسؤولية تفكيك معسكرات القاعدة كان مضوع عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية على صفحته في الفيسبوك أقل ما يتحقق على يد الجيش اليوم هو انتصار كبير للمستقبل لأن تفكيك معسكرات القاعدة بحد ذاته هو إعادة بسط نفوذ وسيادة الدولة على جزء من تراب يمن الحبيب وهو ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني أعتقد أن كل الأحداث المرافقة لإعادة هيبة الدولة وهيبة الجيش يأتي في إطار الوضع الطبيعي لمخاوف جماعات العنف والإرهاب من هذه الخطوة كما أن تيارات سياسية وجهات إقليمية ودولية كانت تتاجر بهذه الجماعات لحصول على مكاسب سياسية وتمدد استخباراتي ستشعر بأن أذرعها بدأت تبتر وبالتالي سيصل العنف إلى مدى وسنراه بأقبح أوجهه حين تستمر الدولة في بسط نفوذها وتستعيد سيادتها على أرض تسيطر عليها جماعات مسلحة أخرى تعتقد أنها أصبحت شبه دويلة وأن التفاوض معها سيستمر بالأدوات الدبلوماسية والسياسية المنطقة تغلي واليمن تكون أو لا تكون الأستاذ الدكتور محمد النجيمي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة عبر تغريدة له على صفحاتي في تويتر كتب عن أجندة تنظيم القاعدة في اليمن ما تفعله القاعدة في اليمن من قتل الأبرياء وتدمير أجهزة الدولة يسمح بمزيد من التدخل في اليمن بطائرات بدون طيار وغيرها ويؤدي ذلك لتدمير الأبرياء الدكتور محمد الأفندي عبر تغريدة له على صفحاتي في تويتر كتب عن التوافق الإيجابي في اليمن التوافق الإيجابي هو الطريق الذي أنجح الحوار الوطني ومن يريد إسقاطه لا يريد تنفيذ مخرجات الحوار بإمكانكم مشاهدين الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة ومتابعة حلقات البرنامج على صفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الانترنت سوهايل دوت نت وعلى صفحة القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة